تم انت عندك اهو حجة وعمرة تامة 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 مع رسول الله صلو عليه عليه الصلاة والسلام اللي يصلي الفجر اقعد في المسلق ما تقوميش اقعد في المسلق اقعد في المسلق وصلى على رسوله على السلام اعمل ذكر اقرأ قرآن قول الاسكار احضر درس علم ما تقومش الا لما وقت خلص الضحى جه تقوم بتصيب طبعا ربع ساعة وتت ساعة وبعد كده بصلي رقعتاي الضحى حجة وعمرة تامة 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 مع رسول الله وبفكروني اقولوكم حاجة حصلتلي على موضوع الحج والعمرة ده والله سبحانه وتعالى يا ربي نجينا اللهم امين اللي مش قادر يروح واللي مو نعمل مرواح واللي ما معهوش مخدرة مادية هيعمل حجة وعمرة ويعمل عمرة في رمضان عمرة في رمضان اللي بيصلي الفجر ويذكر الله سبحانه وتعالى حتى تشرق الشمس اللي هو وقت الضحى وقوم اصلي بعدها رقعتاي الضحى خد سواب حجة وعمرة تامة 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 مع النبع السلام عايزين يبقى اكتر من كده بقى بالله عليكم بقى عايزين ايه يعني بلاش بلاش نحرم نفسنا من الخير بلاش نحرم نفسنا من الخير وكذا ما عندنا هوت طيب ده جزء جزء التاني الجميل يبقى انا عندي حجة وعمرة تامة لو انا قعدت من ده يبقى انا صليت عمل طيب ايه يعني اعمل ايه في ليه من اول مدن هتتعبوا هنتعب اه طبعا الحشال مش هيتعبوا لا جسد ولكن التعب رايح والله التعب رايح ولا يبقى الا الاجر وهتروحهم والفجر يطلع وحناموا وبعديها ونزحوا هيه ويبقى الاجر كده وراح التعب راح التعب فاجهدوا نفسكم بالامر ده يبلغنا ليلة القدر واياخو يا رب زمان زمان علي رحمة الله جدتي كانت تقولي ايه اتفتح لها طاقة القدر لا يعني ايه تقولي ده طاقة يعني ايكي عن نور يعني ايه يعني ايه قيتلي اي دعو مستجابة تخيلوا انا بقى محضرها لست الدعاها واعد اقول 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 كل يوم والح على الله مشانا قلتلكم في اول البس صوتها بس وهي بتكلمني بتقولي هتنزلي واشوفكم بتاع قلتلها وليس هذا واحد قليني قاعدة مع نفسي في مصلايا اشوف ولو قدرت انزلكم انزلكم قلتلي طب اسمعي وامي جاي لا للخير اسمعي وكلا اسمعي جابرني 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 الله عز وجل اعطاني لو جابرني الله جابرني الله جابرني الله عز وجل وهذه دنيا والاخت اللي توفاها الله اخرة جابر في اكتر من كده في جابر اكتر من تبعث عند الله ملبية صائمة راحة متفالة سبحانه وتعالى ببين مكة والمدينة بقد النظر عن وجع الدنيا بقد النظر عن وجع الدنيا لان وجع فقد الفقدان ذات نفسه قال سيبهم والله حسيبهم احسنان الخاتمة يا رب الله مامين وما انضيعش ما انضيعش ابدا انا بقولوك اهو ما انضيعش ابدا على نفسك خير واحنا ربنا اه عطينا خير كبير الله سبحانه وتعالى بجد عطينا خير كبير جدا الحشر فرصة كأن والله يعني الواحد بيتحرج والله يعني ملحجش الاوائل طب ملحجش اول انا من رمضان طب ملحجش الترويح طب ما قصرت في القراءة طب ما كنتش بتعمل طب ما كنتش بتدعي تعالى كأن يعني هتاخد ثواب هتاخد ثواب غصبا عنك حتى لو انت مش عايز هتاخد ثواب هتاخد ثواب الله سبحانه وتعالى يكرمنا ويعطينا وإياكم اخر حاجة وصكوا بها في العشر طلع صدقة كل يوم كل يوم طلع والله لو جني والله لو جني واحد ليرة دينار دولار اولا دينار اي حاجة ده ما تضيعش دي اخر حاجة يبقى الصلاوات الذكر القرآن زى ما احنا قلنا ترتبها صلاة الضحى حجة والعمرة تامة معنا مية الدعاء تعبت سبح تعبت استغفر تعبت من الصلاة اقرأ ما يشوفكش ربنا ولا الله بصوا عشان خطري الله سبحانه وتعالى وطلع عليك وعلى عملك قرر الله من نفسك خير خلي ربنا يشوفك تعبت من الصلاة ومكرأ تعبت من الكراءة سبح تعبت من التسبيع استغفر متعدش فاضي متعدش فاضي ابدا